السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نبدأ اليوم إن شاء الله بالتكملة لدرسنا السابق اللي هو كان درس مربع العدد وجذره التربيعي مراجعة سريعة للدرس السابق مربع العدد عرفنا شو يعني مربع العدد مربع العدد يعني العدد فوقيه اقت Sharp 2 صغيرة هيك رمزه العدد فوقيه 2 صغيرة ومعنى العدد لما يكون فوقيه 2 صغيرة العدد ضرب نفسه يعني العدد ضرب العدد وبطلع ناتج طبعا عملية الضرب هانت بيكون جواب مربع العدد إذن مربع العدد يعني العدد ضرب نفسه يكتب على شكل عدد فوقيه 2 صغيرة أخذنا مصطلح آخر اللي هو مربع كامل المربع الكامل هو عدد نتج عن ضرب أي عدد تاني عدد آخر بنفسه أي عدد نتج عن ضرب عدد آخر بنفسه هذا هو المربع الكامل مثال لما حكينا مثلا التسعة هل هو مربع كامل كيف كنت أحل أحكي نعم مربع كامل ليش لأنه بنتج عن ثلاث ضرب ثلاثة يعني بنتج عن مربع الثلاثة إذن هو مربع كامل طيب مثال على مربع العدد يعني مثلا التسعة برضو نشوف الفرق بين إحنا الحلين لما بده إياني أحسب مربع التسعة يعني تسعة فوقيها اثنين صغيرة يعني تسعة ضرب تسعة يعني واحد وتمانين فإيجاد صنع مربع من العدد تسعة معناها بحكي تسعة ضرب تسعة يعني بطلع معي الناتج واحد وتلاتين لكن سؤاله لا هل التسعة مربع كامل بيكون جوابه إنه التسعة أساسا بفكر هي عبارة عن شو ضرب شو فهي عبارة عن ثلاثة ضرب تلات يعني ثلاثة فوقيها ثلاثة صغيرة إذن بقدر أكتبه على صورة مربع عدد إذن بيكون جوابه مش رقم بيكون جوابه نعم هو مربع كامل أو حتى بدون نعم المهم إنه هو مربع كامل هيك بيكون الجواب إنه هل هو مربع كامل نعم أو لا هو مربع كامل أو ليس مربع كامل كيف بعرف بدور على العدد أضربه بنفسه يعطينيها إذا لقيت مربع كامل ما لقيت مش مربع كامل طيب هاي مصطلحات من الدرس السابق درسي ما بتوقف عندهن إذا إجينا نشوف العنوان أنا عندي العنوان بنقسم لقسمين مربع العدد والجذر التربيعي حتى العنوان مكتوب بالكتاب والجذر مش مشكلة بفرقش وجذره التربيعي بدنا نأخذ إذن اليوم مصطلح جذر التربيعي إيش معنى الجذر التربيعي معنى كلمة جذر باللغة العربية أساساً معناها الأصل معنى كلمة الجذر معناها الأصل إذن أنا كلمة الجذر معناها الأصل هاي باللغة العربية فإيش معنى جذر تربيعي لعدد معين معنى الجذر التربيعي لعدد معين أصله أصل العدد أصل العدد قبل التربيع أو قبل إيجاد تربيعي يعني إيجاد أو المربع تربيع يعني مربع فقبل التربيع يعني قبل إيجاد المربع شو معنى هذا الكلام رح نفهمه أكتر مع المثال القادم مثلاً لما يقول لي بدو إياني أوجد الجذر بيجي السؤال على الصيغة طبعاً أوجد بأنواع الجذر أوجد أو أجد ما يأتي الجذر التربيعي للعدد مثلاً 25 شو معنى كلمة جذر؟ معنى أصل العدد طبعاً قبل إيش؟ بما أنه حكي لجذر تربيعي إذن قبل التربيع أصل العدد قبل التربيع هذا معنى جذر تربيعي معنى جذر تربيعي أصل العدد قبل التربيع فأنا أريد أصل 25 قبل التربيع قبل ما أحسبها كمربع 25 إجت من إيش أساساً؟ 25 حطها هون 25 بالأصل كانت عبارة عن 5 ضرب 5 يعني كانت عبارة عن مربع 5 أنا أريد 25 قبل ما أخذ المربع قبل ما أخذ المربع شو كان العدد عندي؟ كان العدد عندي 5 عادية إذن إيش الجذر التربيعي لـ 25؟ بسأل حالي 25 كانت عبارة عن إيش؟ 5 ضرب 5 يعني مربع 5 يعني بأخذ العدد قبل ما أربع شو كان العدد قبل ما أحسب للمربع؟ كان 5 إذن الجذر التربيعي لـ 25 5 طب لو سألني الجذر التربيعي للعدد 49 بأجل الـ 49 بأجل الـ 49 على جنب بأفكر الـ 49 عبارة عن مربع أي عدد 49 هي مربع أي عدد؟ هي عبارة عن مربع 7 هي عبارة عن 7 ضرب 7 يعني هي عبارة عن مربع 7 شو يعني أنا بدي الجذر التربيعي للـ 49 معنى هذا الكلام إني بدي أصل الـ 49 قبل التربيع شو كان أصلها قبل التربيع؟ 7 لحالها قبل ما أحسب مربعها كان الأصل 7 بعد ما حسبت مربع 7 إجتني الـ 49 بعد ما حسبت مربع الخمسة إجتني الـ 25 بعد ما أحسب مربع العدد بيجيني هون لكن أنا بعنا الجذر التربيعي إني بدي أصله قبل ما أحسب له المربع شو كان أصله بفكر أنا هو أساساً مربع إيش مربع السبعة معناها كان أصله سبعة هون مربع إيش أصله مربع الخمسة إذن أساساً كان أصله خمسة إذن جواب الجدر التربيعي أو الأصل التربيعي إلو هو خمسة الأصل التربيعي برضو الجدر التربيعي إلو رمز مثل ما أخذنا للتربيع رمز بهاي الطريقة الجدر التربيعي إلو رمز الرمز مو مستخدمينه بالكتاب لكن كمعلومة جانبية أنا رح أستخدمه أثناء الكتاب حالياً الجذر التربيعي بقدر أكتبه على رمز سبعة بالعربي صغيرة لكن بمدها من جهة اليمين لخط لفوق وبعدين خط لليمين بمدها بهاي الطريقة سبعة صغيرة بالعربي بمدها لفوق بعدين بمدها لليمين هيك رمزه العدد اللي بدي أحسب له الجذر التربيعي بنحط داخل هذا الرمز فالخمسة وشرين رح تنحط داخل الرمز هكه رمز الجذر ممكن نستخدمه ممكن لا هي معلومة عامة مو مستخدمة بكتابنا عندي طيب نحل الأمثلة أخرى على الموضوع مثلا لو إجا طلب مني أوجد جذر ما يأتي واحد طلب مني أوجد جذر المية وواحد وعشرين جذر التربيعي للمية وواحد وعشرين كيف بعرفه بدي جذر تربيعي لمية وواحد وعشرين مو ضروري تحفظ الرمز عادي تكتبوها كتابة عادي نكتبها هيك الجذر التربيعي لمية وواحد وعشرين بساوي باجي بسأل حالي شو كان أصل المية وواحد وعشرين شو العدد اللي بعد ما ربعته أعطاني مية وواحد وعشرين أنا حافظة من جداول الضرب إنه مية وواحد وشرين بتيجي أصلا من إحداش ضرب إحداش يعني من مربع لإحداش يعني الأصل قبل التربيع هو العدد إحداش إذن الجذر التربيع للمية وواحد وشرين هو إحداش إثنين الجذر التربيعي للعدد واحد وثمانين الجذر للعدد واحد وثمانين بحطع جنب الواحد وثمانين شو ممكن أصلها كان هي عبارة عن مربع كام أو هي جاي من إحدى ضرب إحدش جاي من تسعة ضرب تسعة يعني هي أصلها مربع تسعة يعني إيش الجذر التربيع للواحد وثمانين إيش أصل الواحد وثمانين قبل ما أوجدها كم مربع كان أصلها تسعة الواحد وثمانين أصلها تسعة قبل التربية فإذن جذر التربيع للواحد وثمانين هو تسعة ثلاثة مثلا لو سألنا عن الجذر التربيعي للعدد تسعة باجع جنب بحكي التسعة ممكن اكتبها كمربع ايش ممكن اكتبها كمربع التلات التسعة اصلها ثلاثة ضرب تلات يعني بتنكتبع شكل مربع التلات او بقرأها ثلاثة تربية مربع التلات او بالعامية يعني ثلاثة تربية اذا هي اصلها مربع العدد تسعة اصلها مربع التلات اذا ايش اصلها قبل التربيع اصلها قبل التربيع هو عبارة عن العدد تلات اصلها هو العدد تلات طب هيك تعريف الجذر التربيعي موجود عندي تعريف في الكتاب صفحة رقم اثنين وسبعين ايش يعني جذر تربيعي بحكي لي الجذر التربيعي ذلك العدد الذي مربعه هو عبارة عن جذر التربيع للتسعة هو العدد اللي مربعه بيعطيني تسعة هو العدد اللي مربعه بيعطيني تسعة فإيش الجذر التربيع للتسعة بفكر إيش العدد اللي مربعه بيعطيني تسعة الثلاثة إذا حسبت لها مربعها رح تعطيني تسعة إذن الجذر التربيعي للتسعة رح يعطيني تلات في معلومة تانية أثناء الشرح المفروض إننا أحنا فهمناها أو أخذناها إنه أنا لما أجي أحسب الجذر التربيعي لأي عدد لازم أول إشي أكون عارفة شو العدد اللي بضربه بنفسه بيعطيني هذا العدد أو شو العدد اللي بدي أحسب له مربعه عشان يعطيني العدد يعني بدي أحسب جد التربية للمية وواحد وعشرين لازم يكون عندي عدد مربعه بساوي مية وواحد وعشرين لأنه رح يكون الجواب بدي أحسب مربعي الواحد وثمانين لازم يكون عندي عدد مربعه بساوي واحد وثمانين هو بيكون الجواب شو معنى كلمة عندي عدد مربعه بساوي الإشي يعني شو معنى هاي الكلمة أخذناها بالدرس السابق اللي هي مربع كامل شو يعني إنه المية واحد والشي مربع كامل يعني عندي عدد مربعه بيعطيني مية واحد والشي شو معنى الواحد وتمانين مربع كامل يعني عندي عدد مربعه بيعطيني واحد وتمانين هاي معنى كلمة مربع كامل أخذناها بالفيديو السابق إذن أنا عشان أوجد جذر تربيعي الإشي اللي بدي أحسب له الجذر التربيعي لازم يكون مربع كامل ليش لازم يكون مربع كامل حاليا لحد ما إحنا واصلين دراستنا لازم يكون مربع كامل ليش؟ إذا ما كان مربع كامل إذا ما في إشي أضربه بنفسه باطنية يعني ما إله أصل ما إله إشي أصلي أصله أرجع إله مثل مثلا لو حكيت مثلا بدي الجذر التربيعي للـ 45 فمثلا الـ 45 في عندي عدد في عندي عدد بقدر أحسب له مربعه وبيعطيني 45 لا ما عندي إذن هل عندي جواب ما رح يكون عندي جواب ليش ما عندي جواب؟ لأنه أنا ما بعرف عدد أضربه بنفسه يعطيني 45 يعني ما بعرف عدد أحسب له المربع يعطيني 45 ما بقدر أحط الجواب لازم أعرف عدد أحسب له المربع عشان بيطلع معي الإشي المطلوب عشان أحطه كجواب يعني الـ 121 كان لازم يكون عندي عدد أخذ مربعه يعطيني 121 وبيكون هذا العدد هو الجواب فكان أنا عندي الـ 11 إذا حسبت له مربعه بيعطيني 121 فهو الجواب الـ 81 لازم يكون عندي عدد أضربه بنفسه يعطيني 81 عندي أو عندي 9 إذن جواب 9 لكن الـ 45 ما عندي عدد أضربه بنفسه إذن شو بده يكون جوابي ما عندي جواب إذن الجذر التربيعي لحد ما إحنا دلسنا لحد ما إحنا واصلين حتى بالتعريف كاتبها لازم يكون لمربع كامل أنا إذا بدي أجب لكم سؤال عن جذر تربيعي لازم أكون حاطط لكم الإشي يكون الإشي اللي بدي أحسب له الجذر التربيعي يكون مربع كامل عشان تقدروا تكتبوه على صورة مربع عدد بالتالي تقدروا تحطوه للجواب بشكل مباشر طيب رح نأخذ مثال مثلا سؤال رقم 7 8 9 معطيني مربعات مراسم لي مربعات وأي اللي بدو ياني أمثل بدو ياني أكتب أول إشي أسمي المربع الكامل اللي بيمثل هذا المربع بعدين بدو ياني أجد جذره شو يعني مربع كامل إحنا حكينا؟ يعني هو جاي عن ناتج ضرب عدد جاي عن ناتج ضرب عدد بنفسه أو بمعنى آخر هو مساحة المربع فأنا بدي أحسب مساحة المربع الأول كيف بحسبها؟ يعني ما بضرب الطول بالعرض هما أكيد نفس الإشي فأحسب الطول 1 2 3 4 5 6 7 7 مربعات بضرب 7 ضرب 7 49 إذن اسم هذا المربع 49 اسمه 49 لأنه مساحة 49 أو في طريقة ثانية عاد كل المربع بس هيك كتير رح أطور مساحة المربع 49 بدو ياني أحسب جذره كيف بحسب جذره؟ جذره التربيعي يعني ما بحط الرمز أو بكتب كتابه جذر 49 باجي عجنب بسأل حالي إيش عندي عدد بقدر أكتبه على شكل مربع عشان يعطيني 49 49 عبارة عن 7 ضرب 7 يعني 49 بقدر أكتبها صورة مربع السبع يعني الجذر التربيعي لل 49 رح يكون 7 عندي هذا المربع نفس الإشي بدي أسمي المربع الكامل يعني بدي أحسب مساحة المربع أنا ما رح أجب لكم مثل هيك مربع كامل نحسب مساحته لكن معنى أسمي المربع الكامل إني أحسب مساحة المربع إحنا شرحناها ببداية الدرس السابق إنه لما شرحنا عن مساحة المربع وعلاقتها بالمسميات هاي طيب ما اسم المربع الكامل عبارة عن مساحة المربع يعني 1 2 3 4 5 5 ضرب 5 يعطيني 25 إذن اسم المربع 25 مربع الكامل طيب جدره إيش جدر التربيع للـ 25 باجي بسأل حالي إيش العدد اللي بضربه بنفسه بيعطيني 25 يعني إيش العدد اللي بقدر أكتبه على صورة المربع عشان يعطيني 25 5 25 عبارة 5 ضرب 5 فالـ 25 بقدر أكتبها على صورة مربع 5 يعني إذا بدي أوجد الجدر التربيع للـ 25 رح يكون عندي الناتج هو 5 هون نفس الإشي بس 6 ضرب 6 بيعطيني 36 إذن اسم المربع هو 36 36 بقدر أكتبها على صورة 6 ضرب 6 يعني مربع 6 يعني إذا بدي أحسب لها الجدر هالتربيعي رح يكون الإجابة هو الـ 6 لحالها هيك ما نكون إحنا أنهينا أفكار درس ما كلها حلوا أسئلة كتير يتدربوا على المفهوم أكتر عشان نتقنوا أكتر لازم كل ما تدربنا أكتر على المفهوم كل ما أتقننا أكتر بالتوقيق إن شاء الله للجميع ترجمة نانسي قنقر